اشتركوا في القناة فيها فخر فيها احساسي اي اي حلو بس انت هلأ أبنى ما تفوتى دقالك جوزك قالك انه بدي طلقك من هلأ قلبي دقال اخذني كل الفخر الموجود براسك شوفي كيفك تفوتى هالإنسان المحطمة بس بدأت فرجينا الفخر تبع البحرين بدأت اخذ من الضعف قوة اوكي اذا رح فكر هيك بس عملها بحساسي عملها بحساسي نحن هنا خمسة الاف واحد نطرين ويا لطيف اعطاين مصارير جايين بالطيارة انا احضارك يانا لحظة شويدة قالي قالي رح يطلقني هلا اي اي هلا هلا بحب واحدة تانية بتموت فيه بس هو تلعب واحدة تانية وبدو يتركيز يانا يانا حسا شوي بدي تخيل شخص حاول ما بدنا ننسى البحرين وفخر البحرين يلا في العالي ولم طفى نورج انتي حلمنا وانتي سندنا انتي أملنا يا وادن الغالي تاجن على راسي يا بحرين بحريني اسم النبع في الشوق هذا صوتي وهذا مواويلي هذا مجهدي وهذا تاريخي يا الغالية في القلب والعين صوت جضوانج ميناديني ليه نظلم الدنيا يا وسنيني يا أول الأفراح في عيني لما تفرح وياك تكفيني انتي الأب والأم وعيالي وانتي كلام النور في بالي وانتي الهواء من أول وتالي بحريني أحلى الأسام انت يا بحرين شكرا حلو مرسي في العالي ولن طفان وراج انتي حلمنا وانتي سندنا انتي أملنا يا وادن الغالي تاجن على راسي يا بحرين بحريني اسم النبع في الشوق هذا صوتي وهذي مواويلي هذي مجادي وهذي تاريخي يا الغالية في القلب والعين صوتك ضوانك مينا ديني لي نبلم الدنيا يوسنيني يا أول الأفراح في عيني لما تفرح وياك تكفيني شكرا 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 كما نقارن عند فاتن الشقان تبع الإيفال اليوم اللي هن الأغنية مع الوضع اللي حطي يناها فيه نحنا اللي هو وضع حزن أو خوف من أنه جاوزة يطلقها والأغنية اللي غنتها تاني مرة بلع هذا الوضع هو ذاته أكيد أنه الأداء تحسن أكيد أنه الأحساس تحسن أكيد أنه هي كانت أريح ولكن أنا بالنسبة لأيالي اليوم الصوت لو شو ما كان الوضع اللي عم بيغني فيه الفنان على المسرح أو قدام الناس ما لازم أنه يفلطوا نوتات هايدي الشغل كتير مهمة يعني إذا راحت الجستاذ بالمغنى لو شو ما كانت الاموشن مش هتوصل مظبوط للعالم لأنه بيوصل الصوت ديستورتد وكأنه عم بنشيز في محلات النوتات فلتوا منا في محلات راح السيبار طبعا النفس أكيد أنه النفس وقت نكون عم نفرج إيموشنز بي نسمع شوي بمطارح بس ما في نسمع بكل المحلات وما في كون عم نتنفس من اكتفاتنا لأن هذا الشي ما بيلب بصوتنا وبيخلينا كمان نتعرض أكتر للنوتات يزيحوا غير الخوف يعني بيصيروا شغلتين عم بأسروا زيادة على الصوت لذلك أنا بالنسبة لفاتن بدي منا أنه لازم دايما تنتبه على على التفاصيل تبع الغنى طبعولة في عنده كتير قدرات بس بدي تركيز أكتر وبده شغل على الخوف على المسرح وبده شغل على النوتات العالين ما بقي يطلعوا هلقات حدين لأنه أوقات عم بتصيبون أحسن من قبل بس بعضهم حدين بعض بدهم تغليف بعض بدهم تجويف بس الحلوة باليوم أنه هي عم تتحسن وعم بتفرجينا شيء أحسن من هذيك الجمعة فاتن شخص أنا بحب كتير سعيدة إنسانة عطفية كتير وحساسة عندها مشكلة بينها وبين نفسها لما بتنحل هذه المشكلة بتقدر تعطيه لأنه في صوت مش ما في صوت بس بدنا نحل أول مشكلة تنقدر نبلش نشتغيل على فاتن أول مرة غنت كان عندها هالإحساس اللي رحتو عب الأرض يعني أنا كنت مفكرة أنه هي فاتن يعني خايف هيك شوية قال فيها غني غير شيء غنيت غير شيء شيء مختلف تماما كأحساس عم بحكي حسيت أنه هي شو كان فيه احتراف بهيديك الأحساس يعني قديش عطيته مظبوط إحساس بجنة بس ما بعرف ليش عندي شعور كان وعرف أسات زيت الصوت بصالحولي إنه صوتها مش ثابت هيك متل عم يوقع عطول متل كيف واحد واقف عصصه نقطة بضيوقة ما بعرف شو سببه ما بعرف كيف يتعالج هالشي متل ما قالت ماري فيه صوت أكيد بس فيها العدم السبات يلي يمكن نابع من شخصة من نهية لأنه هي كمان بحاجة لثقة أكتر بالنفس ما بيمنع إنه هاي بنت حساسة كتير ومبينة إنه كلها أحاسيس وكلها عواطف مشان هيك متاخدة يعني صوتها عم بروح بها بالرايمة اللي هي أحاسيس ومتضاربة وعواطف يعني ياريت نقدر نفصل صوتها نخليها تفصل صوتها عن تضارب أحاسيس اللي موجودة جوية طب افتكري بيثبت صوتها أكتر لفاتن بصراحة بيلي مرأوا اليوم وطلبت منهم يقدوا وضع معين إنه تركها جوزة قبل ما تفوت أكتر واحدة بالإحساس صدقتها هي فاتن حسيتها إنه رح تنهار بس أنا بعرف فاتن كمان يعني كشخص كمان عندها هالفرجيليتة يعني هالعدم السبات العاطفة هالفرجيليتة بسيكولوجيك وإيموسيونال يلي خدموا كتير يلي أنت طلبتي هالعدم السبات خدمة ويمكن أنا أفضل مرة بشوفها لفاتن هلأ بأول شقفة من الإيفال يعني لأنه حطيناها بإطار مسرحة وإطار عاطفة وإطار خاص أنا فضلت وقتلغنت أول مرة من تاني مرة ما بعرف إذا كان بقى صح النطات صح أكتر وهيك ولكن عم بحكي كتمثيل بس في شغلة أساسية تعبني نفسها ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بتقدر تطلع بشي أحسن لأنه هي عايشة هيدا الحالة بتحسيها عايشة دايما حالة حزن أو أنه في وضع يعني بشخصيتها يمكن بالحقيقة هو نجي نتطلع مفي شي بس هي عايشة هالحالة ومعايشة حالة صوتها هو هلقد مرتبط فيها بشخصيتها وبحزنها وبقلقها بعدم ثقتها بنفسها مشان هيك منشوفها وقات كتير بيصحت قات كتير بيكون ماشي الحال شواش فجأة بيسكر الصوت بيبطل طالع بقى هود الأمور اللي بيخلوا فاتن تغني بشكل إنه نحس إنه لو نحنا مش قصة تزد صوت ولو نحنا ما بنعرف إنه في شي غلط صار بقى إن شاء الله تقدر تطلع من كل هال الأشياء اللي بتحزنها أو بتزعجها أو بتكبلها صوتها تقدر تطلع لنا صوتها الحقيقي الموجود فيها